تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من توب 5 اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد كل يوم صلاثة على قناة سيلبي سبوت الأكثر تنوعا بأشكال وأنواع المحتوى واللي بدعوكم تشتركوا فيها الآن وفورا في كرة القدم الفريق لازم يكون متحد لما يواجه خصمه الفريق لازم يكون لعب فيه يدعم زميله هذا طبيعي وفي كرة القدم فيه أدرينالين قوي جدا خلال المباراة أدرينالين ممكن خلينا نشوف لعب يضرب خصمه رغم رفضنا إلها لكن الأدرينالين أمر يأخذك بعيد وكما قالت مقاتلة اليو أفسي الشهيرة ليزلي اسميث الأدرينالين أعلى أنواع المخدرات تأثيرا وإحنا مدمنين أدرينالين قصدها عن المقاتلين وما بنقدر نتركه ويبدو أن المخدرات بتعمل كثير وهذه المخدرات اللي هي الأدرينالين بعض الأحيان بتخلي اللاعب يضرب زميله بدل ما يكون واقف معه ضد خصمه اليوم هنحكي عن خمس حالات اعتدى فيها زميل على زميله أمام الناس والناس عرفت بقصتهم القصة الأولى ربما تكون الأكثر عنفة من اللي شفناها بعينينا ليبوير وكيرون داير في نيوك كاسل عام 2005 كان عم بتواجه مع أستون بيلا أمام 50 ألف متفرج والنتيجة بتشير 3 سبر لأستون بيلا داير ما مرر الكرة لليبوير وتوقع إنه عادي يعني أوكي غلط لازم أمرر لك وتفاجأ من زميله عم بيوجه له لكمات مستمرة حتى تدخل لاعب الخصم قرث بالي وقالهم يا عالم اهدوا واعقلوا القصة ما خلصت لهون لأنه على طول الاتحاد الإنجليزي عاقب ليبوير بالإيقاف سبع مباريات وفرض غرامة شديدة وبالمقابل إنه كاسل أيضا حرم ليبوير من 6 أسابيع وحرمه من راتبه أيضا لست أسابيع ونتجة الضغوط الإعلامية بتلك الحادثة رغم عاددا ما بتدخل الشرطة اللي بيصير في الملعب اضطرت تستدعي اللاعبين وتسألهم إذا حابين يفتحوا ملف ضد الآخر والاثنين قالوا لا والشرط أعلنت إنها استجوبت اللاعبين والقضية منتهية بالنسبة لها ورغم إنها ما انتهت بالنسبة للاتحاد الإنجليزي القصة الثانية أيضا في الدور الإنجليزي خلونا في ليفربول وإيفرتون ديربي المرسل ساين كان فيه لاعب شاب طالع جديد إن شهر بعدين اسمه ماك مينيمان وكان فيه حارس مخضرم الكل بيعرفه جروبي لار فيه لقطة تشتيد لماك مينيمان أخطأ فيها توجهت الكرة لإيفرتون سجلوا هدف التعادل فيه لقطة شهيرة كثير لما تشوفوا على الفيديو هيك فيه حارس ليفربول من جنب يصرف بس تكملتها إنه بيمسك ماك مينيمان وبتفشه وبحاول يضربه فماك مينيمان يبرد عليه وبيضربه وبتصير فوضى بسنة الواحد تسعين في الدور الإنجليزي في بين ليفربول وإيفرتون يقال بعد ذلك إنه لما راحوا على غرفة تغيير الملابس كملوا شتم بعض وضرب بعض لمستوى إنه قيل إنهم رموا على بعض أحذية في غرفة تغيير الملابس ظلت نظرية الأحذية منتشرة إنهم ضربوا بعض فيها حتى عام 2004 عندما خرج ماك مينيمان في حوار مع مجلة فور فور تو وقال لهم لا القصة انتهت جوا آج لما دخلنا غرفة تغيير الملابس ما حكينا مع بعض بس ما كملنا الاعتداء على بعض داخل الغرفة وفي مونديال 2014 رحت الكاميروني بمنتخب متطاوش مع بعضه لعيبة ضد بعض لعيبة ضد الاتحاد لأنه ما دفع لهم بعض المكافأة المالية وما اتفقوش معاه على مكافأة كأس العالم صور تتسرب إنه سامول إيتو ما عم بيتدرب مع الفريق خلال بطولة كأس العالم هالتوتر الكبير كانت نتيجته مباراة مع كرواتيا سيئة للغاية كرواتيا تتقدم بأربع أهداف ولما يكون كل هالتوتر بصير الواحد بدي فيه شغله بأقرب الناس إله وهذا اللي صار فعلا ما بين مدافعين الكاميرون إيكوتو وموكانجو أول شي دفشوا بعض بعدين مسكوا ببعض بعدين وسط الأمور لن نطح بينهم المباراة كانت وصل الوقت بدل الضائع والحادثة كانت اعتبار للاستسلام موكانجو وإيكوتو اعتذروا وعرفوا إنهم فعلا شوهوا سمعة القميص الوطني اللي يمثلوا ننتقل للقصة الرابعة فيش بها عنف بس فيها فلوس قصة فيها فلوس قصة كانت ما بين باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون كافاني رح يسدد كرة عام 2017 بس الوافد الجديد بـ 220 مليون يورو نايمار بيقول يا زميله دانيل ألبس عم بساعده عم بيقوله لا قد سدد أنت يا نايمار هونانجان كافاني اللي كان يشعر بالتوتر بعد وصول نايمار وإنبابي وبدأ يشعر أنه غير مرحب فيه للاستمرار خلاف أمام الملأ خلاف طويل أمام الناس واحد بده الكرة والثاني بده رجع لي إياها الموضوع توتر كثير وفي النهاية كافاني فاز باللعبة وسدد الركلة وياريته ما سددها لأنه ضيحها بعد ذلك خرج التقارير الصحفي فرنسية بتأكدوا أنه الصراع ما كان صراع أنه كافاني بيثبت أنه لساته مهم بالفريق الصراع كان صراع مليون يورو بياخدوا كافاني لما يطلع الهدف الصراع أيضا نايمار له مكافآت عالية مقابل كل هدف عم بساجله فالمسألة المالية فهون كافاني أصر بعد هذه المباراة أنا حضل أسدد فدخلت إدارة ماريس سان جرمان وعملت حسب التسريب حل وسط قالت له أخي إحنا جايبين هذا بربع مليار يورو مش عشان تقول تزعلنيها خذ هالمليون آخر السنة سواء طلعت هدفه لما طلعت وشكرا لا إلك وفعليا كافاني اتنازر عن ركلة الجزاء وعطاه نايمار لاحقا لأنه أخذ اللي بدو إياه أما اللحظة الخامسة من الاعتداء ما بين الزملاء ما تصورت لكن شفنا نتائجها لقطة دخل فيها كثير تركيبات والتعقيدات لدرجة الاتهام بالعنصرية في عام 2007 في تدريبات مانشستر سيتي اللاعب الفرنسي عثمان دابو ولاعب من يعرفه كلنا على أنه لعب مشاغل الإنجليزي جوي بارتون خلال التدريبات كانوا عم بيحتكوا مع بعض أكثر ففي لقطة من اللقطة تختلفوا ثلاثا ومع بعض دابو دار ظهره وكمل لأنه معتبر الموضوع عادي اللي حصل بارتون غدره وهجم عليه من الخلف ووجه له الأكمان أفقدوا وعيه وكمل ضرب إله وهو فاقد الوعي هون كانت الأمور لسه خفيفة لكن اللاعب لما صحي ولقي نفسه أنه بعد بينزف ولقي عينه شبه رايحة وفيه صور انتشرت مرعب على الموضوع قرر يصعد وقرر حتى يرجع يضارب لكن اللاعبين فصلوا بينهم مرة ثانية لتلك اللحظة كان فيه شيء يعني بخلي نحكي متوتر نتيجة شيء آخر دابو طلع سرح أنه رابط اللاعبين المحترفين ما تواصلوا معي تواصلوا مع البرابني وكأنه كان فيه تلميحات وقتها من بعض المقربين منه أنه فيه تصرف عنصري لأنه اللاعب أسمر اللاعب مش إنجليزي عم بيحاولوا يحموا اللاعب الإنجليزي والأمور طالت وتعقدت بارتون اتعاقب أكثر من مرة بتلك الفترة قبل ما يتعاقب على هادي بحرمان ست شهور الأمور وصلت المحاكم وإن حكم بارتون بالسجن أربع شهور مع وقف التنفيذ وإذا ارتكب أي جريم خلال أربع شهور كان حيدخل السجن القاضي كان قاسي جدا مع بارتون قالوا اللي أنت عملته بنم عن شخصية مثيرة للشفقة بنم على أنك إنسان ارتكب فعل مشين يدعو للعاد هذه خمس قصص بديها أشوف بتعليقاتكم الخمس قصص اللي أنتوا بتعتقدوا فيها فعلا اعتداء بين الزملاء لهذه الدرجة المتوترة وأيضا تحكوا لي شو بتكم به في الحلقات الجاية هذه القصص بتحكس أنه بعض الأحيان الإنسان لما يفقد عقله ممكن يرتكب تصرف يضل خجلان منه للأبد ممكن بلحظة يعمل هذا التصرف لكن الناس ما رح تفهمه ولا تسامحوا عليه فالإنسان بلحظة الغطب كثير مهم يبسك أعصابه كثير مهم فعلا زي ما منقول في أمثال العربية عد للعشرة نوصل هناك هاي الحلقة كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيس بوك توتر الإستغرام وضروري جدا تتابعوني على قناة سيربي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة